ما صدرت بعد مذكرات التوقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو جالنت وثلاثة من قادة حركة حماس اللي صدر هو طلب بهالخصوص من جانب المدعي العام للمحكمة فيما صار مفروض ياخدوا هالطلب بيبلش بإحالة الملف للدائلة التمهيدية الأولى بالمحكمة اللي بتتألف من ثلاث قضاة للتحقق من وجود أسباب معقولة للاعتقاد بوجود جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وبحسب قضايا سابقة ممكن تتراوح المدى المطلوبة لأصدار الأرار بين شهر وعدة أشهر في حال اقتنع القضاة وأصدروا مذكرات التوقيف ما بتمتلك المحكمة أي وسيلة مباشرة لفرض أرار التوقيف بس الدول الـ 124 الموقعة على اتفاقية المحكمة ملزمة بتنفيذ المذكرة إذا سافر حدا من المطلوبين على أراضيها مع العلم أنه إسرائيل وأمريكا مش أعضاء بالمحكمة لهالسبب من المستبعد يود الأرار لتوقيف نتنياهو أو جالنت فعلا حتى لو صدرت مذكر التوقيف المتوقع هو منعه من التحرك بمعظم دول العالم مثل ما صار مع بوتين اللي ما قدر يحضر قمة البريكس بجنوب أفريقيا إلا عبر الفيديو السن الماضي بسبب وجود مذكر التوقيف بحقه من المحكمة أما داخل إسرائيل فعم يحاول نتنياهو جالنت يصوروا حالهم كضحايا أعمالهم البطولية قدام رأي العام الإسرائيلي وبالمقابل رح يستفيد خصومهم من قرار المحكمة الجنائية للإسراع بمسال إسقاط حكومة نتنياهو اللي عم تعاني أساسا لتبقى